بشركة مع وزارة النقل واللوجستيك والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق تنظم وزارة تجهيز والماء على مدى يومين ندوة وطنية حول موضوع استغلال وسلامة الطرق بالمناطق الجبالية الندوة تتمحور حول تصميم وتجهيز الطرق الآمنة والاستغلال الطرقي وإنجاز الأوراش الكبرى بالمناطق الجبالية نادي أهتا وهودا جديد من أجل طرق مستدامة وصامدة في وجه التحديات الطبيعية والتغيرات المناخية والأزمات تعمل المملكة على بلورة مشاريع طرقية تهم الصيانة والتأهيل حول هذا الموضوع يلتأي مؤزد من 200 خبير في ميدان الطرق والنقل والسلامة الطرقية في هذه الندوة الوطنية لمناقشة المقاربة الناجعة لاستغلال وسلامة الطرق بالمناطق الجبلية المقاربة التي انطلقنا منها أن يكون هناك عمل من أجل جعل هذه الطرق الجبلية طرق التي تكون في المستوى العالي طرق التي تنضمن لها الصيانة طرق التي تنضمن تدخل سريع من تلك تلوج أو تصحر والطرق التي نضمن فيها كذلك سالمة بالنسبة لمواطنة والمواطنين اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وآلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية في التصميم والإنجاز والاستغلال الطرقية ونخرج بطوصيات بعد هذا اليوم الدراسي حتى نتبكنا من إنجاز براميش خاصة بتحسين السلامة الطرقية في المناطق الجبلية لفائدات السكان في هذه المناطق هذه وأيضا لفائدات النمو الاقتصادي والنمو السياحي في هذه المناطق وتعمل وزارة التجهيز والماء على بلورة برامج ومشاريع طرقية حيث بلغ المعدل السنوي للاستثمارات في المجال حوالي 18 مليار درهم إذا تمكن هذه المشاريع من تقلص الفوارق المجالية والاجتماعية وتمكن الساكن من الولوج إلى الخدمة الأساسية موسيقى